السلطات التونسية تؤكد مجانية دخول أنصار الخضر إلى ملعب دارس السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا فضلا وليس أمرا اشترك في القناة واضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد أعلنت وزارة الشباب والرياضة التونسية أمس الأحد عن مجانية دخول الأنصار لحضور مواجهة المنتخب الوطني ضد النجر برسم الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة السادسة لكأس أمم إفريقيا الكوديفور 2024 والتي ستجرى بملعب حمادي العقربي بيراتس العاصمة تونس اليوم الاثنين وهذا على الساعة الخامسة مساء وجاء في بيان الوزارة التونسية بمبادرة من سيادة رئيس الجمهورية وضمن تصفيات كأس إفريقيا للأمم الكوديفور 2024 في إطار المقابضية التي ستجمع منتخب النيجر والمنتخب الجزائري يوم غد الاثنين 27 مارس 2023 بالملعب الأولمبي حمادي العقربي بيراتس قررت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع كل الأطراف المتداخلة التعهد بخلاص معاليم استغلال الملعب الأولمبي بيراتس من قبل الوزارة مجانية الدخول بالنسبة للمشجعين من النيجر والجزائر وأيضا تونس وذلك دعما للأواصر الأخوة والصداقة التي تجمع بلادنا بأشقائنا الأفارقة وتنترق المباراة بداية من الساعة الخامسة مساء إذن حد موفق للمنتخب الوطني الجزائري